مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقع خلال عطرة نهاية الأسبوع درجات حرارة أعلى من معدلاتها طقس حار نسبي وجه عام في معظم مناطق المملكة وحار في الأغوار والعقبة مشاهدينا فاصل ونواصل شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستتأثر بكتلة هوائية حارة نسبيا قادمة عبر الجزيرة العربية باتجاه المملكة والأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء معتدلة تقريبا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 19 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة نتوقع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة بحيث تكون الأجواء يومي الجمعة والسبت حارة نسبيا تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها على الأقل ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية العظمى المتوقعة يوم الجمعة ما بين 30 إلى 33 درجة مئوية حسب الموقع في عمان والصغرى بحدود 20 درجة مئوية أما السبت ذروة الحالة الجوية والكتلة الهوائية الحارة نسبيا وبالتالي ممكن تكون الحرارة الأظمى يوم السبت ما بين 30 إلى 33 وقد تصل في بعض أماكن عمان الشرقية إلى 34 درجة مئوية والصغرى بحدود 19 درجة مئوية يوم الأحد انخفاض على درجات الحرارة بإذن الله بحيث تكون حول المعدل أو أقل من المعدل بقليل يعني بتوصل يوم الأحد ما بين 28 إلى 30 العظمى والصغرى بتكون الأجواء بالليل اللطيفة مع ظهور بعض السحب المنخفضة ودرجة الحرارة الصغرى بتكون بحدود 18 درجة مئوية الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق المختلفة من المملكة في المناطق الشمالية أجواء حارة نسبيا إربد 33-21 عجلون 32-20 جرش 34-22 والمفرق 33 إلى 22 درجة مئوية درجات حرارة أعلى من معدلاتها المنطقة الوسطى أيضا أجواء حارة نسبيا البلقاء 30-20 معدبة 30-19 البحر الميت أجواء حارة 28-38 إلى 27 وعمان ما بين 30 إلى 33 العظمى والصغرى بحدود 20 درجة الزرقاء 34-22 درجة مئوية المناطق الجنوبية أيضا أجواء حارة نسبيا الكرك 31-19 الطفيل 28-19 الشراح 26 إلى 16 أجواء صيفية عادية لكن العقبة أجواء حارة 37 إلى 26 درجة مئوية ومعان حارة نسبيا 33 إلى 21 درجة مئوية المنطقة الشرقية أجواء حارة نسبيا إلى حارة الأزرق 37-22 الصفاوي 37-22 ويشد 35 إلى 21 درجة مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة ونترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن Leaders Center المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر